هذا واجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع عضاء مجلس النواب الذين اكدوا على اهمية التعديلات في بعض احكام قانون المرور كل التعديلات اللي تم طرحها واقرارها اليوم بتصب في مصلحة المواطن المصري والشعب المصري كان التعديل الاولاني الخاص بان فيه مركبات خفيفة يعني امنة يتم ترخيصها وتتيرها في داخل المحافظات وليس على الطرق الرئيسية لتحل محل التوكتو كل منها عدد من الموضوعات في تعديل قانون المرور من ضمنها الموضوع اللي حتى ذهبت اليه ان احنا طبعا فيه اتجاه قوي انه فيه ترخيص لمرقبة جديدة خفيفة تساعد في حركة المرور وتساعد في نقل المواطنين وطبعا ده المركبة هيتم ترخيصها بمعرفة وزارة الداخلية وايضا احنا اتحدثنا عن برضو تقنين وضع التوكتوك ما احنا بنلغيش التوكتوك حتى لا يظن بعضا في إلغاء هذه الوسيلة ولكن بيتم النظر في تقنينها بشكل يحوز على امن وامان وسلامة المواطنين